ينضم إلينا الآن مراسلانا من لبنان جوانا ناصر الدين ومن الضفة الغربية وتحديدا من مدينة نابلس حافظ أبو صبرى أهلا بكما وأبدأ معك حافظ قالت صحيفة وولد سريت جيرنل الأمريكية عن مصادر مطلعة إن قوات إسرائيلية خاصة نفذت عمليات تسلل صغيرة في جنوب لبنان لجمع معلومات استخبارية في رصدك للصحافة العبرية وردود وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين هل ترصد أن لبنان على قاب قوسين أو أدنى من اجتياح أو توغل بري وهل هكذا قرار يتوقع أن يتخذ هذه الليلة خلال الاجتماع الوزاري الأمني الذي يعقده نتنياهو يعني إن كانت الأمور تمت كما هو مفترض فإن الاجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر قد بدأ منذ عشر دقائق أو منذ أحد عشر دقيقة في الكرياء في تلبيب ومن المفترض أن يخرج من هذا الاجتماع وفق التوقعات الصحفية العبرية يعني ما يتعلق بالمصادقة على البدء بعملية برية في جنوب لبنان كل المصادر في النصف ساعة الأخيرة كانت مصادر أمريكية أمنية رفيعة المستوى ترفض الكشف عن نفسها وتتحدث عن أن تموضع القوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية تشير أن العملية العسكرية البرية ستبدأ خلال ساعات فيما نقلت قناة EBS الأمريكية عن مصدر أمريكي تقول بأن القوات الإسرائيلية ستدخل إلى مساحات ضيقة من الشريط الحدودي لتدمير البنية التحتية لحزب الله ومن ثم ستنسحب أي أن العملية العسكرية ستكون عملية عسكرية خاطفة وفقا لهذه المصادر وأنها لن تستمر لوقت طويل وأنها ستكون في مساحات أو في شريط حدودي ضيق هذا كله نقلا عن مصادر أمريكية منذ أن صرح وزير الجيش الإسرائيلي أو أفغلان حول أن العملية البرية باتت قابة قوسيني أو أدنى وأنه لابد من وجود عملية برية أو دخول بري للجيش الإسرائيلي لم يصرح أي مسؤول إسرائيلي حول الأمر على الأغلب أن الجميع سينتظر ما سيصدر عن اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر هذه المشاورات التي لربما قد تطول لساعات تماما كما كل الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة وكما قلت منذ قليل على الهواء مع زميلة رانيا خلال التغطية قلت بأن اجتماعات كهذه مماثلة هي ذات الظروف التي حصلت قبيل الاجتياح البر لقطاع غزة في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي وعلى ما يبدو أن نيتنياهو يستغل الوقت ويستغل الظروف التي كانت لصالحه خلال الأيام الأربعة عشر الماضية في ظل كل ما وصفته الصحافة العبرية بإنجاز رفع نيتنياهو بمراتب كبيرة في استطلاعات الرأي وتوجهه ملكا كما يحب لإسرائيل من خلال كل ما حققه من عمليات اغتيال وتحييد للمقاتلين في صفوف الحزب اللبناني من هذا المنطلق الكل ينتظر ما سيصدر عن الاجتماع لهذه الليلة متى سينتهي الاجتماع لا نعلم حقيقة ولكن من المفترض أنه بدأ الكثير من التوقعات حول الأمر كلها تصب في ناحية بدء العملية العسكرية خلال ساعات وحتى هناك تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل حرفي قال بأنه يتوقع أن لا تتم هذا أيضا قاله في قبيل الاشتياح البري لقطاع غزة وهي ذات الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع الأمر قبل قليل نشرت مواقع صحفية أجنبية قالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بمزيد من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط لمحاولة السيطرة على التصعيد على الجبهة الشمالية لإسرائيل وقالت بأنها من واجبات هذه القوات الإضافية الدفاع عن إسرائيل والحفاظ على مسار دفاعها عن نفسها نعم شكرا لك حافظ وأنتقل إلى بيروت ومراسلتنا جوانا ناصر الدين أهلا بك جوانا وزير خارجية فرنسا الجديد جون نويل بيرون في بيروت وفي الأجندة المعلنة للزيارة حل مشكلة الشغور الرئاسي كخطوة أولى لوقف إطلاق النار في لبنان كما نعلم هكذا خطوة تحتاج إلى نجاح البرلمان في اختيار رئيس الجمهورية رئيس جديد هل الفرقاء اليوم قادرون على ذلك وماذا عن الأفكار الأخرى التي حملها وزير خارجية فرنسا مساء الخير لنا دعيني أقول أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بيرون إلى لبنان قد تكون خرقت الحصار السياسي والعسكري الموجود في بيروت بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر أولا موضوع انتخاب رئيس جمهورية وإن كان حمله الوزير الفرنسي إلى جانب أيضا تأكيده على الورقة الفرنسية والمقترح الأمريكي الذي نوقش في نيويورك منذ ثلاثة أيام وهو أهمية تنفيذ القرار 1701 والتحذيرات الدولية للبنان بأن يوقف حتى حزب الله عملياته وبالتالي الوصول إلى اتفاق تهديئة ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن موضوع انتخاب رئيس للجمهورية هذا الموضوع اليوم كان واضحا به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من عين التيني وهو كان واضحا أن أي اتفاق سياسي أو بعد اتفاق سياسي يتيح التهديئة في لبنان ووقف العمليات العسكرية والتزام لبنان بتطبيق القرار 1701 فإن أول خطوة يمكن أن يقوم بها أو سيقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري هو دعوة مجلس النواب إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون توافقي يعني تتوافق عليه جميع الأطراف ويحظى بغطاء دولي وهذا معناه في قراءة سياسية أن ميقاتي يعلم تماما وبري أن أي رئيس جمهورية يجب أن يكون رئيس ليس رئيس تحدي لأحد وأن يكون محظي بغطاء المجتمع الدولي وإلا المجتمع الدولي لن يساعد لبنان كل هذا لن يكون قابل للتحقيق ولن يكون باستطاعة أي فريق لبناني ولا كل الأفريقاء اللبنانيين أن ينتخبوا رئيس للجمهورية ما لم يتم توقيع اتفاق تسوية مع الاحتلال الإسرائيلي وبغطاء من المجتمع الدولي وتنتهي هذه الحرب وعندها يبدأ الحديث عن انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وفي هذا الإطار اسمحي لي أن أقول أن كل المسار الذي بدأ في نيويورك منذ ثلاثة أيام يستكمل في لبنان عبر نبيه بري وعبر نجيب ميقاتي وإلى جانبه ما قائد الجيش العماد جوزيف عون المعنى الأول بنشر الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني وبالتالي التطبيق القرار 1701 هو اتفاق حماية سياسية قبل أن يكون اتفاق أمني أو عسكري وانتخاب رئيس لا يمكن أن يتم قبل الوصول إلى هذا الاتفاق وإذا كما يقول نجيب ميقاتي أن الجيش اللبناني مستعد للانتشار على جبهة الجنوب هذا أيضا لن يكون قابل للتطبيق ما لم يوافق حزب الله على قرار التهديئة وقرار التسوية نعم بهذه الجزئية جوانا عند الحديث عن الجيش اللبناني وفقا للمعلومات التي توفرت لدينا تتكون القوات المسلحة اللبنانية من أكثر من 84 ألف عنصر فعال إلى أي مدى يمكن للجيش اللبناني اليوم إن جرى الاتفاق على أن يحل في الجنوب أن يحمي سماء وأرض وبحر لبنان وهل بصراحة يثق المواطن اللبناني بالجيش بعد أن كان حزب الله لسنوات وسنوات هو حامي الجنوب إن صح التعبير؟ بالفعل كما ذكرت لكي لنا أولا انتشار الجيش في الجنوب يحتاج بالدرجة الأولى إلى حماية سياسية داخلية وخارجية هذا أولا وموافقة حزب الله على هذا الموضوع يستطيع الجيش حماية الجنوب اللبناني أو حماية لبنان برا وبحرا وجوا نعم يستطيع الجيش اللبناني القيام بهذا الموضوع إذا حصل على أولا موافقة حزب الله على شروط التهديئة وانتشار الجيش اللبناني لأننا نعلم تماما أن انتشار الجيش اللبناني على جبهة الجنوب لم يأتي إلا بالقرار 1701 وتحت الفصل السابع الذي أصر على هذا الموضوع هذا يمكن أن يحصل إذا وافق حزب الله على ذلك ثانيا إذا تم تسليح الجيش اللبناني وهذا يحصل بغطاء دولي لأننا نعلم تماما أن الجيش غير مسلح بما فيه الكفاية لاعتبارات كثيرة على مر السنوات اعتبارات داخلية واعتبارات إقليمية على أكثر من جبهة لم تسمح بتسليح الجيش اللبناني أما عن ثقة المواطنين اللبنانيين فأؤكد لكي لنا أن لبنان مر بمطبات كثيرة بحوادث أمنية كثيرة أثبت خلالها الجيش اللبناني قدرته على ضبط الأمن وبالنسبة لغالبية اللبنانيين إن لم يكن جميعهم الجيش اللبناني هو ضمانة لبنان في هذا المكان بالذات ولكن كل ذلك نعود ونقول لن يكون قابل للتطبيق إلا إذا حصل اتفاق تهدئة واتفاق هدنة وأوقف الاحتلال الإسرائيلي عضوانا ورضي فقط بالـ 1701 لأنه اليوم يشترط أيضا تطبيق الـ 1559 وهو نزع سلاح حزب الله وتسليمه إلى الجيش اللبناني وهذا ما لن يقبل به حزب الله فبالتالي كل الأمور المطروحة اليوم هي مؤجلة إلى حين الاتفاق على تسوية لبنانية إقليمية يقبل بها الاحتلال الإسرائيلي لأن الطابة الآن هي في ملعب الاحتلال وليست في ملعب لبنان المستعد لعقد أي اتفاق ينهي هذه الحرب نعم وإغلاق هذه الجبهة المشتعلة شكرا لك جوانا ناصر الدينة العاصمة اللبنانية بيروت اشتركوا في القناة